صعوداً ونزولاً وبقدر الألم تزداد الأصوات الناعقة تشويهاً وتظليلاً ضد الجزائر ومواقفها الثابتة حياد القضايا العادلة هذه المرة لا تختلف عن مرة سابقة لكنها حملة قذرة تقودها أقلام مأجورة مسعورة بعد أن هل هلال انعقاد القمة العربية لجمع العرب تحت سماء الجزائر بتاريخ الثورة المجيدة الفاتح من نوفمبر بالأمس كان فجراً بازغاً ووعداً لتحرير الجزائر من براثين الاستعمار الفرنسي الغاشم يعود نوفمبر اليوم لينتصر من جديد عن كل المتآمرين والحاقدين والمأجورين والحالمين بفشري لم شمل الأمة العربية على أرض الشهداء الطاهرة لم تطل الحملة المسعورة والتي لا شك فيها وراءها أصحاب أجندات لتمزيق اللحمة العربية وتشتيتها عن هدفها المنشود والمصير مشترك لتعلن جامعة الدول العربية تأكيداً عقاد القمة في الجزائر بتاريخ الفاتح من نوفمبر الفين واثنين وعشرين تأكيد سيضاعف ألم المتآمرين والمرتزقة والأكيد أيضاً سيرتفع نباحهم وعواءهم بقدر ألمهم القمة المنشودة ستعقد في تاريخ المنشود وفي أرض كانت ولا تزال مهداً للثوار القمة ستعقد في الجزائر وفي التاريخ الموعود في ظل ظروف إقليمية ودولية تعرف حالة من الاستفاف والاستقطاب حسب المصالح والإديولوجيات لقاء العرب في الفاتح من نوفمبر يعد فرصة لهم للملمة شتاتهم وتوحيد رؤيتهم حول ما يعرفه العالم من متغيرات الضحية الأولى فيها هم العرب أنفسهم